اعلن الصندوق العالمي للأثر عن اختيار معالي الشيخ ميبت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار للفوز بجائزة ووتش اوارد 2015 كأول شخصية عربية تتأهل لنيل هذا التقدير الدولي رفيع المستوى هذا وسيتم اليوم تكريم معالي الشيخ ميبت محمد الخليفة بالجائزة وجلالة الملكة الصوفيا ملكة مملكة اسبانيا بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية وذلك خلال احتفال الهدريان السنوي الذي يأتي بالتزامن مع احتفال الصندوق العالمي للأثار بذكرى تأسيسه الخمسين هذا العام وآكدت الشيخ ميبت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار أن هذا التكريم هو بمثابة رسالة إلى العالم بأسره فبلداننا العربية التي تعيش أوضاعا حساسة يعمل الكثير من أبنائها على الحفاظ على عوالمها الثقافية والتاريخية ومن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنام على سبيل المثال إلى علامة لهذا الوعي بالتراث الإنساني الذي نفتخر به ونعمل على إظهاره بأجمل صورة ترجمة نانسي قنقر